الدخول إلى الخلوة إجباري يأخذ ورقة التجمع مباشرة ويحطها قدامهم أمام الملاء في الظرف ويضعها في الصندوق يدخل الخلوة ذكره معارض ويسجل اسمه بالنسبة للمراقبة الحزب الحاكم يسجل اسمه وهذا يحرم من القروض ويحرم من المنح ويحرم من الإعانات ويحرم من الشغل وغير ذلك الدخول إلى الخلوة هو عبارة عن مصيداء للمعارضين